كوكب الأماني كوكب الأرض في زمناك ضيعه فيه المعاني لو تحب تشوف وتسمع صد بلا له جاي تاني انسى كل هموم حياتك يلا نروح لكوكب تاني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع كوكب تاني النهاردة إن شاء الله محتاجين نطلع كوكب لو قدرنا إن إحنا نتخلق بالخلق اللي موجود في الكوكب ده إن شاء الله يقينا ربنا هيرفع قدرنا في الدنيا وفي الأخرة وهيدخلنا الجنة وهيرضى عنا وقربنا أكتر وأكتر من النبي صلى الله عليه وسلم ودائما بذكركم بالحديث اللي بنذكره في كل حلقة ألا أخبركم بأحبكم إلي أقربكم مني مجلسا يوم القيامة قلنا بلى يا رسول الله قال أحاسنكم أخلاقا أخوي وحبيبي يلا بسرعة على وجه السرعة نركب سفينة الفضاء ونطلع حالا لكوكب التواضع الله مفيش أجمل في الدنيا ديت من خلق التواضع إن الإنسان كلما يزداد رفعة كلما يزداد تواضع عارف أخوي وحبيبي عارف حضرتك سمبولة الأمح سمبولة الأمح دي كلما بتكون مليانة وتقيلة بتلاقيها مطية على الأرض ومتواضعة وكلما تكون فضية وما فيهاش أي ثمر خالص بتلاقيها شامخة ووقفة متكبرة دايما تعرف المتكبر إنه إنسان فاضي ما عندهش أي حاجة خالص لعنده علم ولعنده تقوى ولعنده إيمانيات عالية يعني ما بقولش إلي مش مؤمن بس بقول إيمانياته ضعيفة جدا ليه لأنه هو الكبر اللي جواه عيازا بالله بيفضيه من كل حاجة أما الإنسان الفاضل إنسان اللي عنده علم الإنسان اللي عنده خير دايما تلاقيه متواضع ودايما تلاقيه كده وعباده الرحمن الذين يمشون على الارض هونة الله اكبر دايما كده تليه انسان هين كده في مشه على الارض سهل جميل بسيط متواضع يعني بشوش ماشاء الله فيه صفات جميلة جدا تعال في سرعة نتعرف على سكان الكوكب الجميل دوت وأكيد هتلاقي سكان كتير اوه احنا ما بنذكرش كل سكان الكوكب لكن بناخد بس بعض العناصر اللي احنا ممكن نقول ان يعني اهي نمازج جميلة مشرقة ومشرفة نتعلم منهم متواضع كان اول قصر وحنا داخلين على ايدنا لمين كده كان قصر ابو بكر الصديق رضي الله عنه ورضاه سيد المتواضعين بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم اخواني وحبيبين سيدنا ابو بكر كان في قصة عجيبة جدا بيحكيها عنه سيدنا عمر بن الخطاب سيدنا عمر بن الخطاب كان فيه امرأة عجوز في اطراف المدينة كان بيتعهدها عمر بن الخطاب كان يروح ينضف لها الخيمة ويعدلها الطعام ويملالها المية ويزبط لها كل حياتها لانها كانت عجوز وعميان بيقول فعملت الموضوضات كم يوم كده وبعدين بعدها فجأت انه كل لما روح الاقي الخيمة متوضبة والاكل محطوط والمية متزبطة والخيمة نضيفة وما فيش اي حاجة خالص فقال لها مين اللي بيعملك كده فتقول له رجل يأتيني من اطراف المدينة لا ادري من هو امرأة عمياء ما تعرفش مين قدر الله سبحانه وتعالى انه عمر بن الخطاب كل لما يروح يلاقي الكل حاجة متوضبة لهذه المرأة العجوز فاختبأ وقال لازم اعرف مين اللي بيعمل كده فاختبأ مرة فوجد ابا بكر خارج من عند هذه المرأة العجوز وكان ساعتها ابو بكر الصديق كان خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا تعلم المرأة ان خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو اللي بيجي لها وبيوضب لها حاجتها وبيعدها الطعام وينضف لها الخيمة رضي الله عنه وارضاه ودي كانت صورة عجيبة جدا لو لا صحة النقل كنا نقول ان الكلام ده من نسج الخيال ازاي جماعة رجل خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعتبر امين المؤمنين ورغم ده كله يروح لخيمة هذه المرأة العجوز عشان يزبط لها كل حاجة مين يقول ان في حد في الدنيا بلغ هذه القمة من التواضع الا واحد تربى بين هداي النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم تعال نشوف موقف تاني سيدنا ابو بكر ابو بكر الصديق قبل انه يكون خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عايش في مكان معين وبعدين كان بيحلب بيحلب اغنام الاهل الحي كل يوم كل يوم يوم الصبحية ويحلب الاغنام بتاعة اهل الحي اللي هو ساكن معهم يعني كنوع من المساعدة وكنوع من حصن الجوار وكنوع من تألف قلوبهم بفضل الله سبحانه وتعالى فلما بويع بالخلافة واصبح خليفة رسول الله كل النساء الحي قالوا خلاص ابو بكر الصديق بقى بقى الخليفة فلا يمكن ابدا هيحلب اغنام الحي فمش ممكن يعمل كده واذا بقى بكر يقول والله اني لارجو الله ان لا يغيرني ما انا فيه عن فعل الخير الذي كنت افعله فظل يحلب اغنام الحي حتى وهو خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تعالى نشوف موقف ثالث لابو بكر الصديق رضي الله عنه وضع عشان تعرف قد ايه تواضع هذا الرجل العظيم الذي تربى بين يدي من رباه الله عز جل ليربي به الكون كله صلى الله عليه وآله وسلم ابو بكر الصديق لما ارسل الجنود الى الشام امر عليهم يزيد ابن ابي سفيان وعمر ابن عص وشرحبيل ابن حسنة فماشي معهم عشان يوصلهم لاطراف المدينة وينطلقوا باسم الله ويتوكلوا على الله واذا به هو يمشي وهم يركبون فقالوا يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يعني يعني ما عايزين يقول له هاي صح يعني ان احنا نبقى رجبين وانت ماشي قالنا عليكم اني احتسب خطايا هذه في سبيل الله وما علي ان اغبر قدمي في سبيل الله جل وعلا شفت اديه التواضع شفت اديه الحلم شفت اديه العظمة التي صدرت من هذا الرجل العظيم خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم تعال نشوف الاصر الى بعد طبعا معروف اصر مين عمر ابن الخطاب أمير المؤمنين للي النبي قال عنه لو كان نبي battling لكان عمر ابن الخطاب اللي قال عنه ان الله اجر الحكمة على قلبه ولسنه عمر اللي النبي قال عنه ايه يا ابن الخطاب والذي نفسي بيدي ما رأك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك يعني عمر بن الخطاب فاروق الأمة الأكبر اللي كان ثمر من ثمرات دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم عمر بن الخطاب في يوم من الأيام فجأة كده وبدون مقدمات وبلا سبب بدأ ينادي على الناس الصلاة جامعة الصلاة جامعة اجتمع الناس جامعة في المسجد فلما اجتمعوا في المسجد قام عمر بن الخطاب فحمد الله وصلى على رسول الله وأثنى على الله عز وجل بما هو أهله ثم قال أيها الناس لقد رأيتني وأنا غلام صغير أرعى الغنم لخالات لي من بني مخزوم على قبضة من طمر أو من زبيب ثم نزل وحمد الله ثم نزل فلما نزل قال عبد الرحمن بن عوف يا أمير المؤمنين والله ما زدت على أن قمئت نفسك يعني أنت أم تعبت نفسك واحتقرت نفسك قدام الناس ونزلت من مكانتك ليه قال له يا ابن عوف والله لقد راودتني نفسي وحدثتني نفسي فقالت نفسي أنت أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فأردت أن أذل نفسي وأن أعلمها قدرها يا الله شفت قديه التواضع عمر بن الخطاب أنس ابن مارك بيحكي عنه أنه في يوم من الأيام دخل بستانه ومحدش كان شايفه كان بينه وبين أنس ابن مارك كان جدار كده فسمعه من وراء الجدار وهو بيقول عمر بن الخطاب أمير المؤمنين بخن بخن والله والله يا عمر لتتقينا الله أو لا يعذبنك الله شفت قديه إنسان مراقب للمولى عز وجل قديه إنسان متواضع لا يفكر أبدا في أنه أمير المؤمنين بيحكم 26 دولة ولما كان والدنيا كلها بتخاف منه والفرص والرم عملاله ألف مليون حساب ورغم ذلك كان متواضعا غاية التواضع بفضل الله سبحانه وتعالى في يوم من الأيام عمر بن الخطاب رايح يستلم مفاتيح بيت المخدس أسأل الله عز وجل أن يرد علينا المسجد الأقصى ردا جميلا وأن يطهر المسجد الأقصى من دانسان يهود قوله أمين فعمر بن الخطاب كان رايح يستلم مفاتيح بيت المخدس كم معامين؟ أبو عبيد بن الجرح فهم مشيين رايحين جاءت مخاضة من الماء فماذا يصنع عمر؟ نزل من على الدب حتى لا يحمل وفاقة طاقتها ونزل ورحم شمر توبه ورحم خالع النعلم بتوبه حطهم على عطقي ومشي يخوت في الماء حتى بتل كل ما لبسه بالماء فقال أبو عبيد يا أمير المؤمنين ما يصرني أن أهل البلد استشرفوك بهذا المنظر؟ يعني ما يصرنيش أبدا أن الناس اللي ينتقبلهم دولة يشوفوك وانت مشي بالمنظر ده فقال إيه يا أبو عبيد والله لو قالها غيرك لجعلته نكالا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم يعني كنت أفضل أفضل في الحد أخلص عليه يا أبا عبيدة لقد كنا أذل قوم فأعزنا الله عز وجل بالإسلام فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله الله أكبر عزتك أن أنت تكون متمسك بهذا الدين وأن أنت تكون من أبناء هذا الدين ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخبصي أطأ الثرية دخولي تحت قولك يا عبادي وأن أرسلت أحمد لنبيه ما تصلى على أحمد صلى الله عليه وسلم تعالي نشوف القصر اللي بعد كده قصر علي بن أبي طالب الله علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضان كان يمشي في الأسواق وهو والي هو أمير المؤمنين كان يمشي في الأسواق يرشد الضال ويعيني الضعيف ويعيني المحتاج وكان يفتح على الباعة والتجار ويقرأ عليهم قول المولى عز وجل تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا سبحان الله لنجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادة ولا عقبة للمتقين كان دايما يقول لهم أن العلو في الأرض ده سبب ضايع أي إنسان في الدنيا الإنسان يستعلوا ويفكر أنه يعني أرض تهدي ما عليك يهدي ده ضايع للإنسان إنما الدار الآخرة يجعلها المولى عز وجل للأهل التواضع الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادة أخوه يا حبيبي الأصر اللي جنبيهم على طول كان أصر سلمان الفرسي وكان قصة عجيبة جدا كان من أغرب القصص التي وقفت عليها سلمان الفرسي كان أمير على المدائن وانت عارب بقى المدائن بقى وكنوز المدائن بقى وحاجة يعني ما شاء الله سلمان الفرسي أمير على المدائن فجاء رجل من بلاد الشام لا يعرف سلمان الفرسي هو عارف طبعا سيرت سلمان الفرسي وكل حاجة لكن عمره ما شافه قبل كده فقبله في الشارع وسلمان الفرسي رجل متواضع جدا ولابس لبس بسيط جدا هو أمير المدائن فبيقول له يعني الرجل كان معه حمل طين يعني تين بالتاء بالتاء يعني فكان مع حمل تين فزي تين برشومي أو تين شوكو متعرفش لمهم ما ايه فحطوا في قفص كده أو في حملة كده في اف في اي حاجة فرح مشاول لسلمان الفرسي أن يحمل هذا التين فإذا بسلمان الفرسي خد التين اللي معاه وحملوا على كتفيه وماشي وراجل ماشي جانب بحشة يعرفوا البيت فين فهم ما ماشيين عدوا على الناس فالناس بيقولوا سبحان الله ألا تعلم من هذا إنه أمير المدائن ده أمير البلاد ديت انت بشايله فإذا بيقولわله ما عرفتك سامحني سامحني يا سلمان والله ما عرفتك قال لا والله والله لا أنزيعها من على كتفي حتى أوصلك إلى بيتك والله لا يمكن أبداً هوصلك لحد بيتك يعني هوصلك لحد بيتك ايه التواضع ده؟ ايه التواضع والليل والحاجة طبعاً حاجة لا يمكن حاجة تسطر على القلوب بماء الذهب سبحان الله تعالنا نشوف القصر اللي بعدو ده آخر قصر قصر عبد الله بن سلام عبد الله بن سلام كان غني وفي يوم الأيام كان ماشي في السوق وشايل حزبت من الحطب فواحد قال له يا عبد الله يعني أغناك الله عز وجل عن هذا فلماذا تحمل هذه الحزمة من الحطب ما تجيب واحد من الناس اللي شغالين عندك هو يشيلها لك فقال لقد أردت أن أكسر في قلبي الكبر فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرات من كبر لكن الحقيقة وإحنا عمريم بنتفرق على الأصور الجميلة اللي موجودة في الكوكب ده كالعادة كان أجمل وأعظم وأبهى وأحلى قصر في الكوكب ده كان كوكب سيد المتواضعين الله عمرك سمعت وعمرك شفت إنسان على وجه الأرض في تواضع النبي محمد صلى الله عليه وسلم تخيل تعالى نشوف كده صور جميلة أهم من تواضع النبي والله العظيم يا جماعة شيء فوق الخيال لا يمكن نبي الأمة الأعظم صلى الله عليه وسلم سيد ولدي أدم هو اللي قال كده عن نفسه أنا سيد ولدي أدم يوم القيامة ولا فخر شوف التواضع يعني حتى لما جاي يخبر إن هو سيد ولد أدم قال ولا فخر أنا ما بافتخرش بكده أبدا صلى الله عليه وسلم النبي حتى لما حبي يخبر الأمة إن هو لي درجة معانة في الجنة محدش يوصل أبدا اسمها الوسيلة شوف التواضع قال إيه قال إذا سمعتم المؤذن الحديث له مسلم فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلوا علي صلاة صلى الله عليه بها عشر وعشر صلوات ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تبتغى أو لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله شوف التواضع بيليه وأرجو أن أكون أنا هو بل هو هو صلى الله عليه وسلم لكن من تواضع مكسوف يقول إن أنا هو أنا صاحب الوسيلة دية صلى الله عليه وسلم شوف التواضع قاله أرجو أن أكون أنا هو فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعاتي يوم القيامة أم من عائشة سألها رجل والحديث رواه البغوي بسند الحسن قال هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل في بيتي قالت أجل كان يخصف نعلى ويخيط ثوبة ويعمل في بيته كما يعمل أحدكم في بيته يا الله نبينا صلى الله عليه وسلم اللي مسؤول عن هذه الدعوة العظيمة عن هداية البشرية أجمعين وعن توصيل هذا الخير ومسؤول عن تسع زوجات ومسؤول عن أمة كاملة ورغم ذلك كان في بيتي يخصف نعلى ويخيط ثوبة ويعمل في بيتي كما يعمل أحدكم أي نعم وجزكت اللي قالت كده تعالي شوف الحديث تاني حديث روال بخاري عن أمنا عائشة إنها سؤلت عما كان يصنع النبي في أهل قالت كان في مهنة أهل بيتي فإذا حضرت الصلاة قام إلى الصلاة حبيبنا صلى الله عليه وسلم من شدة توضع أخب بالك حيالا الواحد مثلا إيه ممكن يكون فقير زمان وبعدين ربنا أغناء ما يحبش حد أبدا يفكره إن هو كان فقير فلما تقوله مش أنت كنت فقير يقول لك يا رجل ده أنا من أيام جدي البشوح الحمد لله رب العالمين عايشين حياة البشوات يعني أخب بالك سبحان الله وممكن يقعب بقى يضحك عليك فسبحان الله فيقدر المولى عز وجل إن النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد ولد آدم كان فقير وأغناه الله وحتى في عز الغنى كان يتصدق بكل ما معه ولا يبقى الشائع صلى الله عليه وسلم حتى عنده موته يقول لها يا عائشة تصدقي بتلك الدراهم التي عندي سبعة دراهم ولا تسعة دراهم كيف ألقى الله وفي بيتي سبعة دراهم يا سبحان الله تخيل النبي فالنبي بيقول لهم من بقى التوضع بيقول لهم ما من نبي أو ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم قالوا حتى أنت يا رسول قال حتى أنا كنت أرعاها لأهل مكة على قراريت قراريت دي عملة عملة بسيطة جدا جدا حياة كده زي التعريفة والشرين كده فمزاة على قراريت لأهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم كما روى عنه البراء ابن عازف كما في الصحيحين قال كان النبي ينقل الطلاب يوم الخندق حتى غبرة بطنه تخيل سيد ولد آدم نبي الأمة وقائد الأمة ورغم ذلك مش يقول بقى للصحابة يلا إنه الطلاب يلا حفروا الخندق نزل معهم صلى الله عليه وسلم ينقل الطلاب لحد مجسمه غبر بالطلاب ونزل ضرب الصخرة وقال الله أكبر أعطيته مفاتيح الشام الضربة التانية الله أكبر أعطيته مفاتيح فارس الضربة التالت الله أكبر أعطيته مفاتيح اليمن صلى الله عليه وسلم صورة تانية جميلة جدا النبي كما عند البخاري يقول لا تطروني لا تبارغ في متحي شوفها دي معين هو يستحك كل كلمة متح صلى الله عليه وسلم لكن بيقول لا تطروني كما أطرت النصاري عيسى بن مريم فإنما أنا عبد فقوله عبد الله ورسوله بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم حديث أغرب من الخيال بقى النبي بيقول له من عائشة والحديث رأى أبو يعلى بإسناد صحية بيقول له من عائشة بيقول له يا عائشة لو شئته لصارت معي جبال الذهب والله لعد لك اللفظ تاريب بس تصلى على حبيبك قال صلى الله عليه وسلم يا عائشة لو شئته لصارت معي جبال الذهب بيقول له أنا لو حبيت جبال ذهب هتمشي معايا جاءني ملك بيقول له بيحكي له بقى القصة بيقول له جاءني ملك إن حجزته لتساوي الكعبة فقال إن ربك يقرأ عليك السلام ويقول إن شئت أن تكون نبيا عبدا أو نبيا ملكا حبيت تكون نبي ملك من ملوك الزمان وتملك بقى القصور وتملك بقى الأرض ومن عليها وما عليها سبحان الله وإن شئت أن تكون نبيا عبدا رجل بسيط جدا وفي كراءة أو إن شئت نبيا عبدا وإن شئت نبيا ملكا وخبلك سبحان الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم فنظرت إلى جبريل كأن النبي عليه السلام بيستشير سيدنا جبريل عليه السلام فإذا بجبريل عليه السلام يقول له عشار عليه ضع نفسك يا رسول الله تواضع فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول بل عبدا نبيا صلى الله عليه وآله وسلم بقول لها لو عايز الجبال تمشي ورايك كلها ذهب كنت أعمل كده لأن ربنا عرضت عليه جبال مكة أن تصير له ذهبا فقال بل أجوع يوما فأصبر وأشبع يوما فأشكر بأبي هو أمي صلى الله عليه السلام لك أنت تخيل كما عند التنميز في سنة صحيحة عمرك تخيلت سيد ولدي آدم اللي يستحق أن يعيش في أجمل وأبهى وأحلى قصول الكون ده كله ورغم ذلك حبيبنا صلى الله عليه وسلم عايش مع زوجاته التسع في تسع غرف كلها مصنوعة من الخوس والجريد حاجة بسيطة جدا للدرجة أن النبي لما كان يعوز يصلي خيامي ليل عند أمينا عايشة كان لما يعوز يزجد يا جماعة كان يغمز أطراف رجليها عشان تلم رجليها عشان يلاقي مكان يزجد فيه فإذا سجد السجدتين وقام النبي صلى الله عليه وسلم يغمزها في رجليها عشان تفتح رجليها عشان عشان تفرد رجليها بدل ما هي ضم رجليها رجليها وجعتها تخذت بالك سبحان الله شيء فوق الخيال الغرفة مش مقضية إن هو إن أمينا عايشة تنام إن هو يلاقي مكان يزجد فيه سيد ولدي آدم تلم رجليها عشان يزجد وبعاين تفرد رجليها مرة تانية عشان يقوم صلى الله عليه وسلم تخيل ان النبي يدخل عليه ابن مسعود وبعض الصحابة فيلاقوه نايم نايم على الحصير وقد اثر الحصير في جنبه الشريف عمر سيادتك نمت على الحصير عمر جربت ان انت تنام على الحصير ده انت لو قالولك نام على مرتبة مرتبة يعني من اجمل مراتب التركي ولا بتاعه ولا اليانسن ولا كان ده كله ونام عليها فقط من غير سريد ده تقول معقولة ده اخر اخر العيشة او اخر الزمن ان انا اعيش على مرتبة سبحان الله مع ان النبي ما كانش نام على مرتبة ده كان نام على الحصير صلى الله عليه وقال وسلم سبحان الله فنام على الحصير فدخل عليه ابن مسعود وقال له يا رسول الله الا نتخذ لك وطاء الا نتخذ لك فراشا لينا واذا بالحبيب المصطفى سيد المتواضعين يقول ما لي وللد دنيا انما مثلي ومثل الدنيا كمثل رجل استظل تحت ظل شجرة ثم راحة وطركها بابي وهو امي صلى الله عليه وسلم وكم من دعاء النبي كما عند ابن ماجهة باسنان الحسن اللهم احيني مسكينا وتوفني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين يا ناس يا فقراء ما تزعلوش ده النبي بيقول اللهم احيني مسكينا وتوفني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين اخويا الفقير اللي زعلان ان هو فقير وتعبان ومتداي يكفي انك تعلم ان يوم الايامة هتنسى كل فقر وكل شقاء وكل بلاء مع اول غمسة في جنة الرحمن كما اخبر نبيه كما عند مسلم يغمس المؤمن غمسة في الجنة فيسأله الله عز جل عبدي هل رأيت بقصة انقطت هل مرت بك شدة انقطت فيقول لا والله يا ربي ما رأيت بقصة انقطت وما مرت بيا شدة انقطت سبحان الله اخويا وحبيبي هتدخل الجنة قبل اغنياء المؤمنين بخمسمائة عام يعني بنصف يوم كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح طيب تعالوا نشو بقى دعوة للتواضع مدومنا عايشين في التواضع ده تعالوا نشو بقى ربنا بيدعونا للتواضع ازاي وحبيبنا صلى الله عليه وقاله وسلم بيدعونا للتواضع ازاي قال جل وعلا وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونى واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما قال جل وعلا يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينهم فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه الله هو بيحبهم وهم بيحبوه ايه مواصفتهم يا ربي اول صفة اذلة على المؤمنين متواضعين يا جماعة متواضعين ده ربنا لما وصف الداعية الناجح عليه افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت قال بعدها فذكر انت داعية ناجح يلا ام ذكر الناس بالله سبحانه تعالى يعني ايه يعني لازم يكون عندك اربع صفات اول حاجة صبر الابل تاني حاجة سموه السماء تالت حاجة سبات الجبال رابع حاجة ذلة الارض لمن يمشي عليها خليك بتواضع وقفت جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه اذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لهم تلائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع العليم سبحانه تعالى قال جل وعلا ولا تمشي في الارض مرحن انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا قال جل وعلا واخفت جناحك لمن اتبعك من المؤمنين قال جل وعلا ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحن ان الله لا يحب كل مختالم فخور اكيد حضرتك عايز تعرف النبي قال ايه في الموضوع دوات اكيد فيها حديث كتير جدا بتحب المسلمين على انهم يكونوا متواضعين تعالوا نشوف سيد المتواضعين قال ايه قال صلى الله عليه وسلم كما عنده مسلم وان الله اوحى اليه ان تواضعه حتى لا يفخر احد على احد ولا يبغي احد على احد قال صلى الله عليه وسلم كما عنده بخاري ابغوني الضعفاء فانما ترزقون وتنصرون بدعفائكم قال صلى الله عليه وسلم كما عنده مسلم وما تواضع احد لله الا رفعه الله والله الذي لا الى غيره كلما هنتواضع كلما ربنا هيرفع قدرنا قول لي بس يا شيك محمود الكلام ده ما ينفعش في الزمن ده لازم نتعامل مع الناس من خلال البرستيج والمكانة كل ده ما يهمكش ولا تشغل اصلا به انت اشغل نفسك بان انت تكون متواضع اشغل نفسك بان قلبك يكون موصول بالله سبحانه وتعالى وربك سبحانه وتعالى هو اللي هيلقي محبتك في قلوب الناس بفضل الله حتى لو بعض الناس هدموك حقك لكن في النهاية بفضل الله هيكون اغلبية الناس بتحترمك وبتوقرك وبتحبك وبتقدرك بفضل الله سبحانه وتعالى قال صلى الله عليه وسلم كما عند التبران في الكبير بسنادي الحسن ما من ادمي الا في رأسه حكمة بيد ملك خبالك الا في رأسه حكمة بيد ملك فاذا تواضع قيلة للملك ارفع حكمته الله اكبر كل واحد في راسه في حكمة الحكمة ديت لو انك انت تواضعت ربنا بيؤمر الملك يقول له ارفع الحكمة بتاعته خليه رجل حكيم خليه رجل عقل خليه يقول كلام يخش الالوب بفضل الله خليه فكر تفكير ينفعه في دنيته واخرته خليه كل انسان ناجح متفوق ما شاء الله ارفع حكمته وانت قبر قيلة للملك دع حكمته خليه بقى من غير حكمة خليه يمشي كده واخده بالدراع وخلاص ربنا عافينا عافيكم قال صلى الله عليه وسلم يعني حاكيان عن المولى عز جل انه قال من تواضع لي هكذا رفعتوه هكذا والحديث روه احمد بسند صحيح اخوي وحبيبي اخت الفاضلة بعدما طوفنا في كوكب التواضع اكيد لازم كل واحد فينا يراجع نفسه اقعد مع نفسك قعد قل لي بالله عليك بتتكبر ليه بتتكبر ليه انت عارف ان الانسان اصلا لا يملك من امره اي شيء حتة فيرس قد كده يرقد الانسان وينهي حياته ويدمره سبحان الله والله لسه شاب متصل بيقسى الله عز وجل ان يشفيه وان يعافيه شاب حاجة وعشرين سنة والله وكان بيجيني كل شهر يعني يزورني وان سبحان الله والله الذي يلاقي لا غيره بيتصل بيه اول مبارح بيكلمني مش قادر تكلم لسانه تقيل مالك حبيب قال بيقلي قصبت بجلطة سببتلي شلل نصف عازم بالله شاب بلس حاجة وعشرين سنة شفت ديه كوني ان انا افتخر بصحتي والصحة دي في لحظة بتضيع سبحان الله بفتخر بمنصبي في لحظة يتشال بيبقى ايه بيبقى منصب وزير ولا ولا كذا ولا كذا في لحظة طلع معاش او ترفض او استقال او حصل له اي مشكلة او طلع بيفضيح اي حاجة في لحظة كل ده بيروح عندك ايه بتفتخر به تاني بزوجة ممكن تموت بأولاد ممكن يروحوا بنفسك بمنصبك بمالك بكل حاجة ممكن تروح كل من عليها فانوابق واجه ربك ذو الجلال والإكرام يعني خلي عندك كده تواضع لله وما تواضع عبده لله إلا رفعه الله عز وجل ربنا هيرفع قدرك بالتواضع التواضع عمره ما هنزل من قدرك أبدا عمره ما هنزل من مكانتك عمرك ما هتتتواضع الناس تقول ايه يا عم يسيبك منه ده متواضع حدا هيقول الكلام ده إلا إذا كان إنسان أحمق أو جاهل أو ما بيفهمش أصلا إنما الإنسان اللي بيفهم وبيقدر عارف وبيحترم أهل التواضع الناس الأفاضل وكلما ازددت علما لو كنت عالم أو داعية كلما ازددت علما كلما ازددت علما بجهلك إنت لما تقرأ كل يوم لازم تقرأ وأنا لا أظن أن يكون في أي إنسان يصلح أن يكون عالم أو طالب علم إلا ولازم على الأقل كل يوم يقرأ ثمان ساعات على الأقل وإنت بتقرأ كل يوم ما شاء الله ده أنا أول مرة عن المعلومة دي سبحان الله يعني أنا كنت جاهل بالمعلومة دي وثاني يوم ما شاء الله معلومة جديدة كل يوم مئات المعلومات بتدخل دماغك وأنت جاهل بها فكلما ازددت علما كلما ازددت علما بجاهلك أخوة وحبيبين ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل ربنا هيرفع قدرك في الدنيا والآخرة أما المتكبر يكفينا أن نسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر نعوذ بالله أن تكون قلوبنا مليانة كبر ما زن على كوكب التواضع هننزل مرة تانية ونركب سفنت الفضاء ونرجع لكوكب الأرض مرة تانية علشان نبدأ بكرة رحلة جديدة وجميلة إن شاء الله بصحبة أحبابي وأهلي وناسي نطلع كوكب تاني يطار الكوكب دقيق ده اللي هنعرفه بكرة إن شاء الله جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابه وسلم حبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته